اعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الابراج انا ماريم توقعات الابراج اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 1 ايار 2023 توقعات العشرية الاولى قدامك النهاردة فرص جديدة هتعرف تأسس بيها اتجهات جديدة في مكان شغلك حتى لو اخدت افكار كل زملائك بجدية هتتمكن من انك توصل لنتائج خلاكة جدا وفيها محترقات كتيرة محترحات لديك مختلفة فيها تغيرات وردة جدا في حياتك الخاصة هتستقبل كل الاشخاص الجدد بترحيب واتلاحظ امكانيات فيها تطور واضح للصداقات اللي عندك كل ده هيضيف لي معارفك الحاليين بشكل واضح اثار كتير جدا بالنسبة ليك النهاردة هتغمرك حيوية ونشاط هيبقى بيكون فيهم حب استطلاع وهيبقى فيه استكشاف حتى لموضوع جديد هتمشي من خلاله لمغامرة هتستسلم للدافع الداخل اللي عندك وتستقطع شوية اسابيع عشان تصفر بيها عن كل العالم اللي حواليك حماسك ونشاطك الداخلي هيدو لك القوة والقدرة والتحمل اللازمين عشان تقوم باستكشافات وفيها تفهم حاجات كتير جديدة فما تخجلش من انك تتقرب اكتر وتتعرف على الناس وتتأمل رائع طبيعية اكتر هتبقى بتصري فيه تجارب حلوة جدا في حياتك بالنسبة ليك انت ناجح في كل اللي بيخص شغلك كل قراراتك المهمة اللي انت بتاخدها هتثبت كلها صحتها لكن لازم انك تاخد الوقت اللي انت محتاجه دايما لما حيبك بتبقى بتفكر في مشروعات مختلفة هتبقى انت مفعن بحيوية هتستمتع بوقتك اكتر وهتخرج وهتكتشف عماكن جديدة هتطلب من كل اصحابك انهم ينضموا ليك وهيقضي كل ده لروح معنوية في مجمال الاحوال هتحس النهاردة بالقيادة والهدوء اللي بي لازم تستغله عشان تحافظ على مستويك الصحي بشكل افضل توقعت العشرية التانية في شوية تغيرات هتحصل في حياتك فما تخجلش حاول تستقبل العالم ده بترحب وهتلاقي النهاردة اشخاص جدد هتعرف تستمتع معهم وتعرف تنمي علاقاتك معهم هتصدفك النهاردة شوية تحديات ما فيش داعي انك تخاف لان الحظ هيبقى حليفك هتعتبر كل المواقف دي فيها فرصة لانك تنمو بشكل شخصي اكتر انت انسان مارن جدا وبتتقبل كل التغيرات وهتمر بفترة فيها سلاسة كل اللي انت بتقوم به مش بيطلب منك مجهود قبل كده نتيجة حلوة هتنتفع من الاوقات اللي بتبقى ممتها عندك عشان تتقدم في انك تحقق احلامك وتموحاتك لازم تاخد الحظر اكتر من انك تتحمل عبقى لانك تقوم بعد كبير من الاعمال في دفع وحده هتلاقي نفسك محمل بما لا توقع لك به عشان تتغير الامور تمشي كلها المصلحتك الوقت النهاردة مناسب عشان توضح الامور دي وهينطبق على كل مهماتك اللي بتبقى مؤجلة وحتى لو كان فيه سوى تفاهم بين زملائك السقة هتنضخ بيها بشكل مغري هتبقى جذابة جدا وهتبص للعالم من خلال عيون مفتوحة حتى على معارف قدامة عندك هترجع عليك حيويتك وهتستخدم طقتك في كل الانشطة الرياضية لو ما كانش عندك الحافز السليم من قبل هيبتدي الموضوع من شكل جديد وياخد تغيير واضح بالنسبة لي توقعات العشرية التالتة هتبقى مفاعم بالحيوية والنشاط هترضي كل رغباتك في الحياة لانك لائق بذنيا وهتعرف تشترك في تدريبات مستمرة مكسفة للقوة اللي عندك هتستخدم الطاقة دي عشان تعرف تحقق احلام قديمة عندك في شغلك وهتجذب من خلالها ثقتك في كل الاشخاص اللي حواليك مفيش داعي انك تحتاج حاجة اكتر كل اللي انت هتبقى جزء منه هينتهي على اكمل وقه مفيش اهمية للمشكلات اللي بتبقى بتواجهك خليك حريص في الفترة دي عشان تستقنف الامور من البداية وبالعكس هتبتدي تتخلص من كل الحاجات اللي بتبقى بتشغلك بشكل يومي ومش بتريحك من فترة هتتحرر من كل المضايقات اللي كانت بتعكر مزاجك في حياتك هتقوم بانك تنهي كل الاعمال اللي تعلقت في الفترة اللي فاتت ومعدتش مستعد ليها بشكل كبير الشغل النهاردة هيبقى في غاية السهولة بالنسبة ليك هتعرف تخصص وقت اكتر لمهمات اكتر اهمية هتتأكد من انك ما تفقتش تركيزك على هدفك في علاقاتك الاسرية لهتبقى متنغمة اكتر في الوقت ده هيرجع الفضل دايما لك في الخلفات اللي بتحصل مع الاشخاص اللي انت بتحبهم